صحيح بعدين يقول غير أن الأمر العجيب والمدهش جدا هو أنه مع كونه الحتة دي بعايزة إيه نركز فيها قوي مع كونه هو الكلمة اللي هو اللغس يعني الذي لا يحويه شيء لا يحويه شيء يعني إيه أنا مقدرش أقول لك لو سمحتي أنا عايز نهر النيل تحطهولي في المج ده كلام مش منطقي يعني مش ممكن صحيح مش ممكن نهر النيل يجي في المج فهو أكبر من أنه يحوي داخل إناء صغير فإذا كان الله بقى نفسه لا يحويه شيء الكلمة اللي دي لا يحويه شيء فإنه هو نفسه يحوي كل الأشياء لإيه يعني يعني يحوي كل الأشياء يعني كل العالم ده زي نقطة في الدالة يحوي بعدين يكمل بينما هو موجود في كل الخليقة حد ينكر أن الله كائن في كل مكان دي حقيقة يعترف بيها كل المؤمنين بالله صحيح في أي ديانة الله كائن في كل مكان حتى دي بقى إيه لازم أفكر فيه يعني موجود فين موجود في الشارع آه موجود في الكنيسة طبعا موجود في بيتنا آه طبعا موجود طيب في مالهة ليلي فيه الناس بيعملوا حاجات خليعة آه موجود موجود في الجحيم ما فيش مكان يخلو منه لازم أفكر في دي طب ما هو موجود إزاي بقى في هنا الكديس أسناس يسأل إيه بينما هو موجود في كل الخليقة لكنه متميز عن كل الخليقة هو موجود لكنه مش هو الخليقة لأن دي بقى كان فيه عقيدة زمان عند الفلاسفة يسموها الوجود الكل إن الخليقة نفسها هي الله يعني لأن الله موجود في كل شيء بلخليقة دي يبقى ممكن أسجد للكرسي أسجد للترابيزة على أساس الله موجود يعني نقدر نقول سيدنا الله حل فيها لكن أنا بني أقدر أنا الإنسان هو متميز عن كل الخليقة مش فيها أنا بس في كل الخليقة وفي المؤمنين وغير المؤمنين لأن الله يخلو منه مكان صحيح صحيح كده لهوتيا مش بنفكر فيها دي بنقولها بس بنش فكر في تفاصيلها الله كائن في كل مكان طيب معناها إيه بقى أقدر أسجد للكباية اللي قدامي باعتبار الله حضر فيها لأ طبع فعشان كده قال هنا هو موجود في كل الخليقة لكن بحسب جوهره متميز عن كل الخليقة يعني غيرها الله مش جزء من الخليقة ولا الله هو الخليقة الله هو الخالق للخليقة فرق كبير بين الخالق وبين أنه هو جزء من يعني مش جزء منها لكن هو خالق موجود في كل حي لأنه هو جزء منها يأمين خلقه صحيح يبقى مش إله فهو الخالق غير الخليقة خالص وكلمة متميز عن الخليقة دي هتخلينا كمان وإحنا بنفكر في ربنا نتواضع شوية لأنه إحنا دايما وإحنا بنفكر بنفكر بمنظور المخلوق إن أنا بشوف كل حاجة بعيني المخلوقة وبشوف الحاجات المخلوقة فبنيجي نتخيل الله واحد من ضمن الحاجات دي قاعد على كرسي كبير في السماء ومدلد رجليه على الأرض وخصوصاً الآية بتقول السموات كرسي الله والأرض موطئ قدميه فأنا تخيلت بصورة إنسانية مخلوقة ومحدودة هو غير كده عقلي ونظرتي محدودة فنقدر نفهم غير كده لكن لازم أبقى فاهم إنه هو غير كده هو غير كل السيستم بتاع الخليقة حاجة تانية خالص لما بيحب يقرب نفسه لنا بيحب تدي يشرح لنا بتعبيرات احنا نقدر نفهمها عين الله هل الله اللي عين زي بتاعتنا فيه عدسات وفيه نور مش ممكن هل الله عقله زي عقلنا مش ممكن ده هو الخالق وإحنا الخليقة زي الفرق ما بين عقل المهندس والعقل اللي موجود داخل الكمبيوتر حاجة إلكتروني الإنسان اللي عمل فدي حاجة ودي حاجة صحيح سيستم غير سيستم ما قدرش أنا أتعامل مع الروبوت على إنه إنسان حقيقي ولا الإنسان حقيقي أعمله على إنه روبوت لو الروبوت باز أصلا لازم الإنسان هو اللي يصلحه هو اللي عمله هو اللي عمله هو اللي يطوره وهو اللي يلغيه هو اللي ينزع عنه الإنرجي عشان يطفي صحيح لكن الروبوت ما يقدرش يعمل كيف الإنسان فإحنا مخلوقين صحيح فينا شبه وصورة وقبص كده من الألوها لكن محنش كده عشان كده القديس أثاناس يستيقول بينما هو موجود في كل الخليقة فإنه بحسب جوهره هو متميز عن كل دي اللي أنا عايز توصل للناس يعني إيه متميز يعني هو غير الخليقة إحنا على صورته شبهه لكن الله غير الخليق يظل الله وإحنا البشر طبعا ماشي كده فهو حاضر في كل الأشياء بقدرته فقط وليس بجوهر دي بقى محتاجة تفسير دي سهلة هو حاضر ما نقدرش ننكر أنه حاضر لكن هل أنا أقدر نفس اللي سألت قبل كده أسجد العمود على أساس أن الله حاضر فيه بجوهره تقول لا مش بجوهره بقدرته بقدرته يعني بتنشيلي يعني هو اللي بيحرك الكون وهو اللي بيؤثر فيه وهو اللي بينظم الدنيا لكن هو كجوهر متميز عندها يعني يا سيدنا نقدر مثلا بيدي الله يأمر يعني يأمر الكواكب أنها تتحرك لك ما نقدرش أقول أنه بجوهر وفي الكواكب هو مثلا ما هواش كوكب أو أسجد للكواكب أو أسجد للشمس لا الله غير ده كله بس هو موجود فيها موجود في كل الكون بما فيه الكواكب والشموس والأقمار وكل حاجة لكنه مش هو الكواكب دي فهو حاضر في كل الأشياء بقدراتي فقط وليس بجوهرها أنا هسأل سؤال طيب حضور الله اللي في الكنيسة زي في الشارع وزي بلاش في الهيكل زي صحن الكنيسة في الكنيسة زي في مالها ليلي في ملكوت السماء زي في الجحيم مش ممكن ومال إيه بقى في درجات من استعلان حضور الله يعني بقى فيه حضور واضح جدا ومقدس جدا ومهيب جدا ومنور جدا وفيه حضور متواري متداري ليه؟ لأن الله حاضر في كل مكان وإلا بالناس اللي بيروحوا أماكن الشر والخطية يبقوا متطمنين مفيش هناك ربنا مش ممكن يضحوا الحتة دي فهتعملوا انت عايزين تعملوا وربنا مش شايفكم لا طبعا المكان اللي مفيش ربنا اعمل فيه اللي انت عايز تعمله لكن ربنا حضر في كل مكان لأن فيه اللي بيبقى جوه الأماكن دي وبرضو عنده حالة يعني بيعمل الشر وهو الآن وعارف ان فيه ربنا شايف وعين ربنا حضره وشايف بس حضور الله مزاي يحضوره في مكان مقدس وبعدين هارتفع بيكي مستوى تاني هل وجود الله في الكنيسة زي وجوده في الأربانة جسد المسيح دي غير دي بقى هنا بقى وجوده في الأربانة ده جسد المسيح عشان كده بنسجد للجسد نتناوله نتحد بالله من خلاله من خلال هذا الجسد المقدس فحضور المسيح في الجسد على المسبح غير حضوره في قصة الكنيسة كلها فده بقى اللي بيقصدها القديس أساناسيوس انه هو حاضر في كل الأشياء بقدرته فقط وليس بجوهاره في الأربانة بقدرته ولا بجوهاره هنا بجوهاره عشان كده لما بنتحد لما بناكل الجسد المقدس والدم الكريم بنتحد بالله ويصير فينا نعمة شركة الطبيعة الإلهية الشيء اللي ما يدرش ناخده من أي حاجة في الدنيا يعني لو كانت أربانة عادي مش هتديني النعمة دي طبعا ماذا كده؟ لكن دي بقى بجسد المسيح بجسد المسيح صحيح وحضوره فينا من يوم المعمودية هو حضور دائم لا ينقطع ولكن أحيانا يتجلى عشان كي يقول لك امتلأ بالروح وأحيانا يبقى خافت شوية يقول لك ما تطفيش الروح ما تحزنش الروح بالخطي بالخطي بالإهمال بالتأصير تلاقيه الجوايا إيه نوره خفت لكن هو حاضر أنا حطيت حوليه ضباب وغمام علشان مش عايز نوره ينور حياتي فبقى خافت لكنه موجود موجود فيها بصفتي معمد ومدهون بالميرون وموجود فيها بصفة أن الله حاضر في كل مكان دي غير دي كمان ومجرد ما الضباب يتشال بيبان روح الله ببان النور اللي فينا اشتغل لكن هو أصلا موجود هنا بقى بيقول وهو حاضر في كل الأشياء بقدرته بيعمل ايه؟ ضابطا كل الأشياء هذا الحضور اللي هو بتاعي يضبط القدرة فيه بعض البشر يقولك فلان ده لهو حضور لهو حضور يعني ايه؟ لما ييجي يحضر قاعد فستينا الكل يلتفت ليه وكل ياخد باله وتلاقي فيه طفل صغير عنده حضور يلفت نظر الكل ويقول كلمات حكيمة وحاجات عجيبة كل الناس بقت مجغولة بالطفل ده ده اسمه حضور هو بقى حاضر ازاي؟ ضابط كل الأشياء ومظهرا سيادته على كل شيء سيادته معناها السيادة الإلهية أنه سيد وعنايته بكل شيء عنايته بالنملة وعنايته بالفلك بالكون كله ووهبا الحياة لكل شيء تخيله ربنا تخلى عن خلقته لمدة فانته ثانية كل شيء اتدمر حامل كل الأشياء بكلمة قدرته ومع أنه يحوي كل الأشياء ولا يحتوي شيء إلا أنه كائن كليتا في أبيه واحد دي بقى آخر عبارة دي مهمة المسيح قال أنا في الآب والآب فيه صح؟ صح طيب بعدين هنحن بنقوله الله حاضر في كل مكان هل دي زي دي؟ ألا حاضر في كل مكان ده بقدرته عشان كي ما قدرش أسجد لكل مكان لكن هو حاضر في الآب والآب حاضر فيه ده بقى بالجوهر التحج كائن كليتا وحدة كائن كليتا فيه أبيه وحده طيب الآب ده موجود فين؟ في كل مكان يبقى الابن فين؟ في كل مكان وروحه كدس في كل مكان يبقى الآب في الابن في الروحه كدس عشان كي بالرغم أنه هما ثلاثة أقانيم متمايزة الآب غير الابن غير روح كدس لكن لأنه كل أقنوم منهم لا نهائي فهما في بعض في بقى واحد عشان كده بنختمه مش جنب بعض إله واحد مش جنب بعض أصل لو جنب بعض معناها إيه؟ كل واحد منهم له حدود لكن كون الآب غير محدود والابن غير محدود وروحه جزء محدود فهما فيه بعض عشان كده هما إله واحد صحيح يعني أنا أقنوم وأنت أقنوم بس إحنا مش واحد لأنك أنت في مكان وأنا في مكان وهتروح بيتك وأنا هروح بيتي الحكاية دي مش في السلوس فالابن كائن في الآب كلية وحده والآب كائن في الآبن والقديس أثناصي السمعودي آخر قال أوعى تفكر لما نقول إن الآب في الآبن والإبن في الآب يبقى زي ما يكون فيه إناء مليان بفضيه في إناء فاضي وبعدين أخذ الإناء المليان وفضيه في الفاضي قال لا الله غير كده خالص هو كلي الوجود وكلي مالي الوجود والإبن زي الآب في الحتادي وهم في بعض حسب قول المسيح أنا في الآب والآب ما قدرش أفصلهم مش حاجة وجوه إناء وزي ما نيفتك يعني الأمثلة اللي نيفتك قلتها إحنا محتاجين نتعلم أصلا نشرح الحاجات دي للأطفال إن هي دي أسئلتهم بنقف قدامها مش عارفين نجاوب عليها مبساطها إزاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر